يطول دوام تقديم الخدمات هنا عملية واحدة فقط تتجاوز وقتها المحدد كفيلة بعرقلة يومية العاملين لحظة واحدة تمتد لدقائق تعطل كل الأجهزة فاعلية التكنولوجيا تنتهي أمام انقطاع الإرسال نجي من هنا نبعد دولارات تعد نص ساعة لتبعد ثلاث دولار لذبون هذه أثى وصلت وما وصلت وبيرجع لعندك وبعدت لي إياها وما بعدت لي إياها بتتصل بالشركن بلا وصلت وتكون هي ما وصلته يعني عم نعاني منها مطلوب الله وبقى حل هذا الموضوع خلص ما غليت الأسعار زبطونا الوضع يعني أعطونا حقنا مثل ما أنتوا أعلق باعتباركم أنه أخدت الحق تاكم أعطونا الحق تانا أعطوا حقها الشعب هيدا أجهزة الإرسال الضخمة تتحول خردة بشكل يومي لساعات عدم تغذيتها بالكهرباء أفقدها فاعليتها وجدواها وكذلك عدم القدرة على صيانتها أكثر الأحيان فالدولة أعلنت أن بنيتها التحتية الكاملة أصبحت تحت سلطة اشتراكات المولدات الخاصة أنتنات الإرسال عند تشتغل على اليو بي أسات وتاني شيء فيه بقلبها مشاكل تقنية وتاني شيء ممكن يكون مقطوع عنا الكهرباء بشكل كامل فهلا أسباب هيدا بتشوف أنه بمحلات أو راح الإرسال كليا أو ضعف الإرسال بيروت منا مغطي بشكل أنه إذا وقفت نقطة تاخد عنه نقطة تانية هادي ما مش بالدراق مش 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 بجدول التركيب عنه إذا بدك بالمنطقة فحكما عندك نقطة إرسال إذا قشطيت خلص ما حدا بيقدر يغطي عنها فأو بتضعف أو بتروحها الأخير البطاريات اللي بي أسات صاروا قدم مطار عم بأني لأنه أعمدت الإرسال مربوطة بمطار الحي مطار الحي ممكن يكون عن جد مطار الحي اللي ياخد منه الشراك أو المطار طبع البنية اللي ريكب عليه عمود الإرسال الأعطال النتيجة أيضا من عدم استقرار كهرباء المولدات سبب في منع المواطنين من إجراء اتصال عادي وبالتالي حتما عدم الاستفادة من الاتصال عبر الواتساب الشركات الخاصة التي تقدم الإنترنت مرتبطة أيضا بسنترالات الدولة الدولة نفسها الفاقدة للتواصل بين مكوناتها والمنقطعة كليا عن التواصل مع رعاياها الإرسال مقطوع أو متقطع في غالبية المناطق اللبنانية هي صورة تعكس انفصال شبكة الشعب المتعيش مع الانهيارات ومع الطوابير عن شبكة السلطة العجزة عن وضع أي خطوط لأي خطة إنقاذية حسن خريس صوت بيروت انترناشنال ترجمة نانسي قنقر